الاتحاد الخماسي وصدر بيان لان فيه منتخب الصيني بيلعب في مصر منتخب الصيني عامل معسكر في مصر فحصل مشكلة اولياء الامور اللاعبين واللاعبات عملوا مشكلة يعني قالوا فيه قلق جول جايين من الصين ممكن يكون عندهم فيروس كورونا فاصدر الاتحاد الخماسي زل بيان قدامكم على الشاشة برئاسة المهندس شريف العريان بيان رسمي عشان يقولوا ان امور الفين امور بماشية بشكل طبيعي جدا مفيش اي ازمات مفيش اي مشاكل منتواجد الناس كلها واكيد احنا اول ناس هنكون حارسين على ولادنا بكده ادري يضمنهم شوية على ان ولادهم مفيش اي مشكلة مفيش ادنى مشكلة خالص ليهم ان هم يقدروا يتمرنوا مع فريق زي المنتخب الصيني ان فعلا منتخب الصيني منتخب قوي جدا في الخماسي الحديث